بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أحباب تيراكوا كامل بخير وكامل مهنيا اليوم سنقوم بكم الكسرة المحشية كي ناكلوها كدف المطاعم نصيبوها ماشية بساطرية وخوستيان تخرج روعة روعة جبتها لكم من المطعم عم إدريس تقوني تخرج من أروع ما يكل هذه الكسرة كنت شوفوا فيها جبت لكم فيها أستوش صغيرة برك وفطيبها هذا مكان نبدأوا على بركة الله بسم الله في القادر التاعلي هنا نبدأوا بالحشوة وش تحبو ديروا الحشوة أنا درت بصل طماطيز زودية حطيت له هنا هي الكمية حسب أفراب العائلة زودية كنت ستكرفشتها في هذه كلاباكة رقيقة مع 4 سنينة تعبتهم وتبلت بالقصبر في الفل دريس الحار ولي حبي يزيد الحار يقدر يزيده تاني كيدر قرن تعرف فيفل الحار وحطيت بابريكا اللي هي الحلوة وتقدروا تزيده فيفل أسود تلت مغارفتها الزيت المائدة وملح تحسب الحاجة اللي هنا يا وش تحبو ديرو اللي بصل كنت حطيت 3 بصلات يكونوا 4 متوسطين عفوا ودرت 3 تاع فلفل اللي حلو اللي هو فيفل قرشي تقدروا له تاني كلففل الحمر يخرج من أرواع ما يكون نغلق لكوكو التعيغة تبدأت صفر 7 دقايق تكون طابت نحوها حتى اللي لقيتوا فيها لما نشفوها ونروحوا اللي هنا يا للعجنة اللي متكونة مسميدة رطب حطيت ربعة كيسان تاع سميدة رطب مغرف تاع الشاي تاع خميرة الخبز ومغرف تاني كشاي تاع السكر ملح حسب الحاجة اللي هنا يا ومبعد نزيدوا اللي هنا يا نخلطوا قبل هاد المكونات مليح مليح وهنا الاسطيس احنا واش تدي روح كمنس كاس تاع الزيت المائدة اضطوا فيه مغرف بومبي ركو تشوفو فيها تاع الفارينة ومبعد تخلطوها مليح مليح لازم تخلطوها كي تولي حتى تندمج مليح مليح مع هادك الزيت انا اخلطها هكذا قريب لتواني هكذا يا حتى ندمجتلي ولاتلي كشغل تشوفوها كشغل سميد تدخل الفارينة دخل هادك الزيت لازم اللي هنا يا ومبعد نبسوا بها هادك تاعنا مليح مليح لازم ندخلو كامل هكو تشوفو فيها لازم تولي خاترة ونمسحو كامل هادك الكاس تاعنا باش ما تنقصناش كي ما نقولو لبساس تاع الكسرات تاعنا ونبسو هادك الدقيق تاعنا لازم ندخل هادك الزيت كامل في الدقيق تاعي حتى نشوف الدقيق تاعي تشرب كامل بهادك الزيت باش نبدأ نزيد في الماء اللي هنا يا والما نديرو الماء بارد ما نديروش المدافي ما ناش حبي نهات لها انا حبي الكسرات تقعد هاكدك بلا ما تخمر لنا نحط الكاس اللي ولاني كي ما قلتلكم دايما نكبو هاكده غاي بلعق البرك وانا رعاني نفتل ونكوم والحوبيبات رعهم ينتفخوا كي ما قلتلكم هادية العفسة تاني كلي مليحة ونزيد نكمل ما تعينا هنا داتلي كاس والكاس التاني فوق تحت النص تسمى داتلي كتر من كاس ونص درت كاس ونص وزيت هاكدك واحد زوج مغار وحتى ثلاثة هاي لك نطمها وشوفوا العادينا كيفاش تكون طريقة شوية ما تكونش يابسة كي ما الكساليابسة اللي نقولولها احنا يا رخسس اليابس وتكون طريقة هاكده شوية كي ما رخسس ولا شوية برك زيدة على رخسس قدلكم داتلي كاس ونص وهاكدك واحد زوج مغار وحتى ثلاثة من نص الاخر هنية منعجنهاش بزيب نحاول برك ندخلها في بعضها باش نحولها هدك لازم يندمجوا العناصر هدك المكونات كامل مع بعضهم هكد شوفوا هني ندخل برك في هدك المكونات مع بعض ما نعجنهاش هكد شوفوا في هالهنية بعد ما ندخل كامل هدك المكونات في بعضهم نقسمها هنية كي ما تحبوا لي تقدر طيبها كبيرة تقسمها كبيرة ولي ما تقدرش أنا خدمت مع المبتدئات ومامها كديرا يعني يجي قرصها ما شاء الله يخرجوا ربعة يخرجوا ما شاء الله مما كان دوزاستوس لهنا يعني كان يديروا طبيسة تانيك بعد ما تتلقوها وتحشوها وكامل قاع يحطوا طبيسة ولا قطعتها على الاخر ويقطعوها تخرج لهم من دورة أنا قطعتها بالجرارة والباقي قطعتهم نغمال باش ما يخرج ليش هدك الزائد الفائد ونقعد نزيل نخدم في العجنة يندوزين فيها هكدا نقطعها قلت لكم يا اخ ما اجلناها هناكي نقطعوها نسي ندخلها هكدا شوية في بعضها تشوفوا العجنة تم تم تولي لكم رطبة في يديكم هاي ليك ما قطعتش المقطع هكدا ونبعد نديرها دي بولات نغطيها ونخليها ترتاح تكون الحشوة تاعي طابت لازم تبرد الحشوة تاني يكمل حملة هكدا بش ما تتعدبكم ش ما تقطع لكم شو العجينة هكدا نديرهم دي بولات كامل كي ما رأهم قلت لكم ودايما نمسي هكدا يا نعجنها شوية هكدا شوية نغطيها ونبدأ نخليها ترتاح هكدا كوحد للخمس دقائق حتى العشرة بش تعطيكم ونطع برك باش تقدروا تطلقوها ونا حكمت هاد لوحة هادية اللي رعنا نخدمو فيها نطلقو عليها الخميرة تخدم يعني عدة اشياء مسحتها قبل بالزيت ونبعد تلقت وحدة امبولات هادية وطلقتها على السمك واحد ميليمتر انا يعني ولدي ما حبوها شخشينة بزف حبوها كمتاع المحلات تلقتها على واحد ميليمتر ونبعد حكمت بابي كويسة هادي المبتدئات اللي ما يقدوش ونبعدها يرفضوها وانا نقدر نفدها ونحطها صح انتو ما مبتدئات حطوا بابي كويسة ونسحو قبل هاداك البلانت خبايتاكم الزيت حطوا بابي كويسة باش يشدلكم تقدرو تطلقو الخميزة تاكم ونبعد تزيدو ونسحو البابي باش ما تلسقلكمش وتطلقوها على السمك تانيك واحد ميليمتر ولي حبوها شوية خشينة يديرو واحد ونص باسكن واحد ونص واحد ونص ونبعدة في الاخر حتوليكم ثلاثة ميليمتر حاطف شحين ديرو زوت شوق بعضهم انا درتها واحد ميليمتر وانتو ما ما تحبوه يحبوا افاد لعائلة كو ميليمتر يحبو فيها شوية العجين ديرو فيها شوية العجين وبعد حشوه باش تحبوه درتهن هذاك الحشوه اللي كان طابت لي نازم تنشف مليا زيت شوية شوية على ف olarوماج وشوية عزتون تقضوا الحشوة اللهنة تديروا وش تحبو تقضوا تزيدوا الجاج تقضوا تزيدوا الحن تقضوا تزيدوا لعدان دمرحية كما تحبو ما تقضوا تديروا هاكي شغو الشوارمة وتقدموها كل واحد وش يطلب في المطعم اللهنية وشنون اللهنية تدرتها بالحشوة الأصلية تعب كري غير تكتو كابرك في خماج والزيتون وكاي اللي يديروها غير تكتو كابرك ويزيدوا لها الشحم وبعد ذات تمسحوا الجوانب هادو كامل كما كانت وضح الصورة تمسحوا كامل الجوانب عودوا غلقوهم وحكموها ورموها جيرا كتو مراكوا تشوفوا النار اللهنة لاستويس تانية ما لازمش تكون قليلة لازم تكون فوق المتوسط شوية باش ما تتحرق لكمش او ما انتم طيب لكم تمتن وهي رقيقة لابات باش تطيب لكم وما تخرج لكمش يابسة هادا هو لاستويس تحوم وتقبوها كيتقلبوها تانيك تقبوها كاين جوانب يقعدوا شوية ما يطيبوش سيو اللهنة يا كيتقلبوها سيو تعبزو على الجوانب هادوك باش طيب لكم كامل كيف كيف انتم ما راكوا تدوروا عليها والنتيجة راكوا تشوفوا فيها تقوني من الارواع ما يكون تخرج طريقة وان مام تان كي تاكلوها تلقاوها كخوستيانت روعة روعة ما تخرج هاداك ليم جلودة كي ما نقولو احنا تخرج معلكة هكذاك لا لا شوفوا كيفاش تخرج روعة تشوفوها هكذا بالصح واحد لك خوستيانت فيها واحد البنة من ارواع ما يكون ومخدومة غير بسميد هادك المغير فالاستوس تحت هادك المغير فاتع الفارينة والنار تانيك تلعب دور والنتيجة كنت شوفوا فيها نقول لكم اولادي يحبوها رقيقة تحبوها السوم كتر من هكذا زيدوا هنا يرجع عليكم وشوفوا كيفاش تخرج كامل من دهونة بهذاك الحشوة تخرج بنينا تخرج من ارواع ما يكون صدقوني تخرج ما شاء الله كان هادا هو الفيديو نهار اليوم كسرة نخدموها بزاف في البرد في الشتاء يعني بزاف الناس اللي تحبها وتحب تأكلها هكذا شوية سخونة يعني مشيسخونا سخونة بزاف تروح شوية هكذا الدافية وشوفوا كيفاش تخرج من ارواع ما يكون تبان طريقة وهيك خوستيونت من ارواع ما يكون كان هادا هو الفيديو نهار اليوم ما تنسونيش بجام ابوني ام باختاج دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته